السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة ديكورات والوان احنا النهاردة جايبين لكم اقوى واسرع علاج لرطوبة الحوائط والاسقف وده عبارة عن سيلر ناري مش مائي منتزلها شركة جي زي اللي قدام حضراتكم وطبعا منتزلها منه شركة جوتين زي اللي هيظهر اللي قدام حضراتكم على الشاشة الفرق ان شركة جوتين بتنزل منه البستلة والجالون انما شركة جي ال سي منتزلها منه البستلة والجالون والكيلو وزي ما حضراتكم شايفين هي عبارة عن مادة شفافة وجهزة لاستخدام بدون تخفيف والمادة اللي معانا دي اسمها بينتريتينج سيلر لرطوبة سواء كنت هتشتريها من شركة جوتين او من شركة جي ال سي وزي ما حضراتكم شايفين السقف اللي معانا ده سقف حمام وكل رطوبة وهنتعلم مع بعض النهاردة ان شاء الله ازاي نعالجه بكل سهولة بالمنتج الجديد اللي معانا النهاردة اول حاجة طبعا بنجيب سكينة معجون ونقشر الحاجات المرتبة والمملحة زي ما حضراتكم شايفين كده ومش هنسيب اي حاجة بايشة زي ما حضراتكم شايفين كده كله تقشر بالسكينة وده بقي منظر السقف بعد ما اشارنا كل الحاجات اللي بايشة بعد كده هنجيب مقاشة او فرشة نضافة ونبدأ ننظف السقف من اي طراب عشان ما يعملش معانا عازل للدهانات والخطوة اللي معانا بعد كده هي منتج بين التريتنج سيلر العازل للرطوبة بنجهزه وهو طبعا جاهز للدهان بدون تخفيف بنكون مجهزين رولة صغيرة او فرشة حسب اللي موجود ونبدأ زي ما حضراتكم شايفين كده هو طبعا عبارة عن مادة شفافة وهي نارية مش مائية يعني مش بتخفف بمية لو حبينا نخففها بتخفف بطنر بس يستحسن ان احنا نشتغل بها على طول عشان تبقى قوية في العزل وبندهم بيها الاماكن المرتبة او المملحة او اللي فيها عفونة والخطوة اللي بعد كده انه بعد ما بينشف السيلر اللي دهناه وهو بينشف بعد حوالي ساعتين على الاقل بنبدأ ندهن عليه واجه بلاستيك مائي مط او سيلر مائي علشان نعزله ونقدر نسحب معجون عليه او نلقط لان السيلر العازل للرطوبة اللي احنا دهناه بيكون ملمسه نعم جدا بعد الدهان مش هنقدر نمعجن او نلقط عليه غير لما نعزله باي بلاستيك مط او سيلر مائي وبعد ما بينشف السيلر او البلاستيك المط اللي دهناه وده بياخد حوالي ساعة بنبدأ نجهز المعجون ونبدأ نلقط مكان رطوبة والاجزاء اللي احنا عشرناها وبنسحبها سكينة معجون او سكتين معجون لحد ما تساوي كويس وبعد ما بنخلص المعجون وبينشف بنبدأ الخطوة اللي بعد كده وهي الصنفرة والصنفرة اللي معانا دي رقمها مية وعشرين او مية وخمسين وبنبدأ نصنفر كويس زي ما حضراتكم شايفين وبعد كده بنيجي لاخر خطوة وهي خطوة الدهنات الفينيش بنجهز الدهان اللي معانا وده دهان مط بنبدأ ندهن اول وجه زي ما حضراتكم شايفين كده وبعد ما بينشف اول وجه وده بياخد له في حدود ساعة بنبدأ ندهن الوجه التاني من نفس النوع او حتى لو استبدلناه بنوع لامع او زيت مفيش مشكلة وبعد كده لو في معانا كورنيشة ولا زوايا ممكن نستخدم لها الفرشة زي ما حضراتكم شايفين كده وبكده نكون وصلنا لانهاية الفيديو ويا رب يكون اعجابكم متنسوش تعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته